في واحدة من أكثر اللحظات إثارة في التاريخ السياسي الأمريكي تم توجيه 34 تهمة جنائية ومن بينها تزوير بعض الوثائق للتغطية على مبلغ مالي قدره 130 ألف دولار تم دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية تدعى ستورمي دانليز قبل انتخابات عام 2016 والهدف كان منعها من الكشف عن علاقة مزعومة بينها وبين المتهم والتي كانت من الممكن أن تدمر حملة الانتخابية في ذلك الأمر وبجانب بعض الدهم التي تتعلق بالتلاعب ببيانات مالية كبيرة ومحاولات للاحتيال على النظام الطريقي الأمريكي كل ذلك كان من نصيب دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة والسياسي الذي يجد نفسه في خضم معركة قانونية شديدة قد تؤثر على ذلك المستقبل السياسي ولأنه في منعطف تاريخي لم تشهده الولايات المتحدة من قبل لتكن هذه المرة الأولى في التاريخ والتي يدان فيها رئيس أمريكي سابق بجناية أو بأربعة وثلاثين تهمة جنائية إن صح التعبير من قبل هيئة محلفين في نيويورك وهذه الإدانات تأتي في وقت حساس لغاية حيث لا يزال دونالد ترامب يسعى بكل قوته للعودة إلى البيت الأبيض كرئيس جديد في الانتخابات القادمة الحلفين ضد ترامب الأمور لم تتوقف عند القضية الأولى في مارس من عام 2023 بل تصعدت معي لتحقيقات نظافية في قضايا التهرب الضريبي والتلاعب المالي في أبريل من عام 2023 حيث تشكل هذه الإدانات ضربة كبيرة لحملة ترامب الانتخابية لعام 2024 حينما أظهر استطلاع في يونيو من عام 2023 أن 60% من الناخبين يعتقدون أن التهم ستؤثر سلبا على فرصته في العودة للرئاسة وفي أغسطس من عام 2023 تم تحديد موعد المحاكمة مما يضع ترامب سياسيا في معركة قضائية أثناء حملته ومن الناحية القانونية فيواجه عقوبات تصل للسجن مما يضع سمعته السياسية على المحل ولأن تلك القضايا لم تكن مجرد اتهامات بسيطة بل كانت تتضمن تهما تتعلق بالتلاعب ببيانات مالية كبيرة ومحاولات للاحتيال على النظام الضريبي الأمريكي وعلى سبيل المثال كشف تقرير مالي عن وجود تناقضات في السجلات المالية لشركات ترامب العملاقة وتم استدعاء خبراء ماليين لتحليل هذه البيانات واكتشفوا أن بعض تلك الصفقات العقارية الكبيرة التي قام بها ترامب قد تم تنفيذها بطرق غير قانونية بجانب أنه عندما تم تفتيش مكاتب شركة ترامب العقارية في نيويورك كانت الفرق الفيدرالية تعمل بسرية تمة ولكن تسرب بعض الصور والمعلومات إلى وسائل الإعلام مما أشعل النقاشات والتكاهنات حول مصير ترامب ومستقبله السياسية وإحدى اللحظات القوية كانت عندما ألقى ترامب خطاباً نرياً في تجمع حاشل في فلوريدا في يونيو من عام 2023 حيث استخدم هذا الخطاب لتوجيه انتقادات لا دعاً للمؤسسات السياسية ووسائل الإعلام مدعياً أنها تتآمر لإسقاطه وإسكات صوته وهذا الخطاب لم يكن مجرد دفاع عن نفسه بل كان وجوماً مضادم صدى الصوت ومن جانب آخر توجد تقارير وتحليلات لا تنتهي وأصور ترامب في المحاكم والتغطية الحية للجلسات القانونية فإن كل ذلك سيخلق جواً من التشويق والإثارة بالطبع لدى البعض لكنه أيضاً سيضعف من رسالته الأساسية ويشتد انتباه الناخبين ولأن إذن ترامب بعددته من جنائية تشكل زلزالاً سياسياً يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية عديدة أحد أبرز تلك التأثيرات هو فقدان الثقة بين الناخبين المستقلين وبعض الجمهوريين المعتدلين ومع ذلك العديد من مؤيد ترامب يرون أن تلك الاتهامات ضد جزءاً من مؤامرة سياسية لإسقاط وهذا يمكن يزيد من تمسكهم به ودعمه بقوة أكبر فمثلاً بعد اقتحام الكابتل في يناير من عام 2021 عندما اقتحمى مثير الشغب الذين يدعمون محاولات ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كان هناك تصور بأن دعم ترامب قد ينخفر ولكن على العكس أظهر العديد من أنصاره ولاء أقوى له قد يستخدم ترامب الإدان كوسيلة لتصوير نفسه قضاحية للمؤسسة السياسية الفاسدة من قد يزيد من شعبيته بين أنصاره ولأن ترامب معروف بقدرته على قلب الطاولة في الأوقات الصعبة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يلعب على وتر العاطفة والغضب مما يجعله مجدداً يستطيع تقديل نفسه كمدافع عن صوت الشعب ضد النخبة السياسية الفاسدة على حسب زعبه حيث إن الاتهامات تضاف إلى قائمة الانتقادات الموجهة لترامب مما يجعله أقل جزيلية للفئات التي تفضل القيادة الغذيفة والخالية من الفضاء وبالطبع وسائل الإعلام ستكون في حالة تأهد قصوى لضغطية كل تطور في قضايا ترامب وهذا تركيز الإعلامي المستمر على مشاكله القانونية يمكن أن يحجب بسالته السياسية ويضعف من حملته الانتخابية بشكل كريم انتخابات عام الفين واربعة وعشرون ولكن في عيون مؤيدية ترامب هو المحارب الذي لم ينتهي من معركته بعد فهو يرى أن لديه الفرصة لإصلاح ما يره خطأ في السياسات الحالية واستعادة السيطرة على مسار البلاد في حين أن البعض يتساءل عن سبب سعيه للعودة للبيت الأبيض مجدداً حيث يرى ترامب أن إدارته السابقة وضعت أسس قوية للنمو الاقتصادي والأمن القومي ويعود للساحة بشعار أمريكا أولاً والذي استخدمه في حملته السابقة لكنه الآن يرفعه بحدة أكبر مستهدفاً السياسات التي يراها مدمرة لأمريكا حيث أن ترامب يعتقد أنه لم يكن مشاريعه وأدافه السياسية بعد ففي نظره فترة الأولى كانت مجرد بداية بمسار طويل يحتاج للسكم فمثلاً مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي كان أحد أبرز وعوده الانتخابية لم يتم الانتهاء منه بالشكل الذي كان يطمح إليه بالإضافة إلى ذلك إصلاح ما يقعه خطأ في السياسات الحالية مثل التعامل مع الصين والسياسات التجارية الدولية وأحد أبرز الأمثلة هو انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 حيث وضع ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي وإعادة التفاوض على اتفاق أفضل أما السعادة السيطرة على مسار البلاد فهو هدف آخر فمن خلال نظرة الإدارية الحالية بقيادة جو بايدن فإنه يتخذ خطوات تضر بمصالح البلاد الاقتصادية والأمنية فمثلاً سياسات الطاقة النظيفة التي تبنتها إدارة بايدن والتي يعتبرها ترامب تهديداً لصناعة الطاقة التقليدية والتي يعتبرها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الأمريكي ومع ذلك فإن العديد قد وجد أنه قبل جائحة كوفيد-19 شهدت المعيات المتحدة نموان اقتصادياً قوياً وانخفاضاً في معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية والعدي من مؤيديه رون أن سياساته الضريبية والاقتصادية قد ساهمت في هذا الانتعاش ومع ذلك هناك من يرى أن سياسته أفادت الأغنياء أكثر من الطبقة المتوسطة والفقيعة وزادت من عجز الميزانية الوطنية الخلاصة وفي نهاية تظل قصة دونالد ترامب واحدة من أكثر القصص إثارة في تاريخ السياسة الأمريكية حيث إنه من رجل الأعمال القوي إلى رئيس للولايات المتحدة ومن ثم إلى متهم جنائي يسعى للعودة للسلطة مجدداً وبالرغم من الانتقادات والتحديات لا يزال ترامب يتمتع بدعم قوي من قاعدة جماهرية مؤمنة برسالته وسياسته ورغم كل العثرات والعقبات يبقى السؤال قائماً هل سيد مكا ترامب من قلب الطاولة مرة أخرى والعودة إلى البيت الأبيض أم أن هذه التحديات ستشكل نهايته وطموحاته السياسية فالرحلة لم تنتهي بعد وما زال هناك الكثير لنتابعه في هذا المشهد السياسي الدراماتيكي ومع كل ما سبق يبقى الأمر الأكيد وأن حملة ترامب الانتخابية لعام الفين واربعة وعشرين ستكون واحدة من أكثر الحملات إثارة وترقباً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية شكراً لكم للمتابعة وإلى اللقاء شكراً لكم